موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه شيء اسمه خشونة الركبة أو الاحتكاك الخاص بالركبتين يعني نسبة كبيرة من الذين يترددون على عيادة العظامة يعانون من هذه المشكلة طيب الأساس فيها إيش وإيش أسبابها لحد الآن أسبابها غير معروفة أو الأسباب المباشرة غير معروفة لكن هناك عوامل مساعدة تؤدي إلى هذه الأشياء لو نظرنا إلى العوامل المساعدة ورتبناها ترتيب صحيح وسليم أول شيء زيادة الوزن ثاني شيء عدم ممارسة الرياضة هذا شيء ضروري أن نركز عليه في قضية الخشونة وإزدياد درجة الخشونة عند كثير من المرضى أيضا طبيعة العمل يعني إيش معنى طبيعة العمل؟ يعني كثرة الوقوف كثرة الجلوس اليومي زي مثلا طائفة الموظفين طائفة الناس اللي بتجلس كثيرا زي الشوفرية أو الخياطين هدولا بيتعرضوا كثيرا إلى ما يسمى بخشونة الركبة وتبدأ درجاتها من الدرجة الخفيفة إلى الدرجة المتوسطة إلى الدرجة المتقدمة لكن إحنا بنقول بالعموم يعني لو أجينا إلى الدرجة الخفيفة والمتوسطة في إمكانية العلاج ولكن الدرجة المتقدمة الله غالب يعني مضطرين أنه نتابع المريض ونحاول نخفف من الأعراض تحت خشونة الركبة إلى أن يصل المريض بعد ذلك إلى ما يسمى بالمفصل الصناعي وهذا شيء يعني يجب أن نقف عنده كيف نمنع حدوث ما يسمى بالخشونة لكي لا نصل إلى مرحلة المفصل الصناعي أول شيء وأهم شيء ممارسة الرياضة اليومية والمحافظة على أن الركبة تأخذ كل الليونة تاعتها أو كل يعني ما يسمى بتنقيط العضلة بالكامل عضلات الركبة وأهم شيء في ذلك اللي هي ممارسة الصلاة بشكل صحيح دون الجلوس على الكرسي الجلوس على الكرسي يؤدي إلى التيبس والتيبس يفاقم الخشونة والخشونة تؤدي بعد ذلك إلى التيبس وهكذا نظل في حلقة للأسف الشديد تصل بنا إلى خشونة متقدمة ومن ثم إلى المفصل الصناعي ثانيا انقاص الوزن مهم جدا فيه شغلة مهمة وأساسية تؤدي إلى الخشونة بشكل كبير ألا وهي صعود الدرج التقليل من صعود الدرج مهم جدا الدرجة الطبيعية أو الصحية اللي هي 14 سانتي للأسف الشديد كل ما نرى حاولنا أكثر من 15 أو 16 أو حتى بيصل إلى 20 ساطة فهذا يؤدي بالضرر على الركبة طيب أجاني المريض المريض شخصته وعنده خشولة إما أن يكون من مرحلة خفيفة أو المرحلة المتوسطة هذه يعالج بإذن الله تعالى والخطة العلاجية تدخل كالتالي أول شيء حقن إما أن يكون بحقن الركبة بما يسمى بالBRB اللي هي البلازمة أو حقن المواد اللي بتدخل في تدعيم ولزوجة الركبة هذا شيء وأيضا علاج طبيعي لتقوية العضلات الخاصة بالركبة وأيضا لتمطيط العضلات اللي حوالين الركبة أضف إلى ذلك من أكد على حاجة مهمة العلاج الدوائي اللي هو ما يسمى بالمواد الأساسية لبناء وتدعيم وإصلاح الغضاريف أغلب الأدوية المنتشرة في السوق الحمد لله تؤكد على هذه الثلاث الأشياء أو الأدوية الخاصة بتدعيم أو مدعمات الغضاريف ممارسة الرياضة شيء مهم وأساسي وضروري يحقق 80% من الشفاء ترجمة نانسي قنقر